بقاء مع الانتخابات الإسرائيلية اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياو مستشارا لرئيس تحالف كحولفان بني جانس وللرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بالوقوف وراء نشر معلومات تتعلق بزرع إسرائيل لأجهزة تجسس قرب البيت الأبيض بحسب ما قالته القناة العبرية الثانية صباح اليوم وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أيضا أن نتنياو نشر شريط فيديو أشار من خلاله إلى أن حزب أزرق أبيض ورأى نشر هذه المعلومات التي وصفها بالكاذبة حتى يؤثر على سير الانتخابات البرلمانية للكنيسة الإسرائيلي المزمعة يوم الثلاثاء المقبل وأسبق وأنف نتنياو مسؤولون إسرائيليون خلال الساعات الماضية إمكانية أن تتجسس بلادهم على الولايات المتحدة